البيت الكبير لسه مستمر وفقرة حوارية مختلفة بنحتفل بها النهاردة أو فيها باليوم العظيم ده النهاردة يوم عيد الأم اللي تعبت وكبرت وسهرت الليالي نهاردة اتنين من الأمهات دول علشان نكرمهم ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين النهاردة النماذج اللي معانا دي يمكن بتمثل النهاردة كل أم مش بس مصرية كل أم النهاردة يعني عليها دور كبير جدا جدا في المجتمع أنا مشرفني كابتن إيمان البدروي لعابة الأهل السابقة طبعا لكرة السلة اللي برحب بيها وبقول لها كل سنة وانتوا طيبة وبرحب كمان بكابتن علياء محمود لعابة الأهل السابقة برضو لكرة السلة أهلا بيك كابتن مشرفيننا النهاردة وكل سنة وانتوا طيبين نوارين طبعا البيت الكبير بيتكم يعني خلينا نقول البيت التاني بيت كل الأهلوية وزي ما تكلمنا النهاردة كل سنة وانتوا طيبين طبعا إن شاء الله كل سنة تكونوا بصحة وسعادة دايما كنا بنتكلم على دور مهم جدا دور الأم ودور الأسرة وإحنا كلنا في مصر عارفين أن الأسرة وعصب الأسرة هي الأم أو السيدة أو الزوجة حدى معاك يا كابتن إيمان بيه يمكن في السنوات الأخيرة كان فيه صعوبة كبيرة جدا ما بين عملية الزواج وعملية الجامعة من الرياضة والزواج عايز أعرف رأي حضرتك في الجزئية دي قبل ما نخش طبعا في تفاصيل إزاي ما شاء الله قمت بدور الأم في صناعة الأبطال بس خلانا نتكلم في الجزئية دي تشايفك الجزئية دي إزاي دلوقتي ومقارنة ما بينها وما بين الماضي مش البعيد كمان لا 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 هي الحقيقة لسه ستيل موجودة ستيل موجودة آه يعني الأم اللي بتقدر تتأجمع بين الاتنين وعندنا أمثلة كتير يعني عندنا في الرياضة عندنا كابتن مايسة كابتن رحابي الغنام مع عالية أنا كنت بلعب لغاية تاني بيبي يعني لغاية أحمد مكان موجود يعني إحنا لعبنا كتير في الملاعب ودلوقتي في موجود هاجر من سبورتينج أم برضو ما شاء الله بتلعب وميزة في فرقتها فلا موجود موضوع الأمهات إن هم حابين يجمعوا بين الاتنين لا أستيل موجودة وبيبقوا حابين أكتر إن هم يعني وكابتن طري طبعا الغنام هو أب أه بس يعني ما شاء الله أولاده تحت 16 سنة ابنه فما شاء الله يعني إن هو ستيل كان في الملعب وابنه الجامل وميزة فحاجة بتفرح الابن وبتفرح الاب برضو إن هو ابنه في يده كده أكيد أنا عايز أقول إنه كابتن إيمان زي ما كنا بنعرفه في الأول مومة 2 من الأبطال في نفس اللعبة 3 بلعبه نفس اللعبة أنا عرف ندين وأحمد في كريم بقى وكريم نفس اللعبة نفس اللعبة بس هو الأكبر وهو للإصابة بطل بدري الحقيقة يعني هو دكتور في الأكاديمية البحرية ومعسبش الباسكت هو حكم دولي كرة سالة وبردو جنب إخواته وجنبنا في كل حياتي هنرجع لك تاني عشان نشوف عملتي ده إزاي لكن كابتن عليك كمان يعني نجمة وام ودورك أكيد يعني صعب يعني أنا حاسة أن أنت إيه يعني شقيت المجال ده بس مش بسهولة مش بسهولة اللي فيه ممكن البعض يتخيلها أو يفتكرها لا هو طبعا موضوع مش بيبقى سهل خالص بس لما بنكون بنعمل حاجة بنحبها في مكان إحنا بنحبه والموضوع بيبقى أسهل شوية وطبعا الحمد لله يعني من نعمة ربنا أنه هو إديني أم وعيلة يعني سواء خالاتي كلهم كان رعيبة في النادي الأهلي برضو يعني كابتن لوبنا برضو نفس الكلام كانت بتلعب وعندها نفس اللعبة كابتن كرة سالة برضو عندي خالتين كانوا بيلعبوا بسكت ومامتي كانت تلعب بولي في النادي الأهلي ومرض خالي وحميتي يعني كله بيسابورت في قصة سواء لما كنت بلعب أو يعني أنا ليلة كنت سافرت مع المنتخبين عندها سنة فطبعا أنه حد يسيب بيبي يعني هي عندها سنة سيب بنتك عمرها سنة مع مامتي كانت مع مامتي آه فترة معسكر كان عندنا بطولة أفريقيا وكده فهو طبعا الموضوع بيكون محتاج مننا إحنا طبعا تعب وكل لما بنكبر في السن بنحتاج تمرين أكتر يعني ما كانش ينفع أن أنا أتمرا زي لو أنا عايزة أحافظ على نفسي سواء في الفيرستيم أو في المنتخب كان لازم التمرين يكون أكتر ما ينفعش أعتمد على ساعتين التمرين زي بقية الناس ما ينفعش تقولي قليل علشان بقى بنتي خالص خالص سيبها مع ماما بالظبط ما كانش ينفع ما كانش ينفع أكمل مجهود مضاعف بالظبط فكان مجهود مضاعف مع أن ليلة يعني أنا وطنطيمان إحنا الموضوع يعني نادين وأحمد كبار ليلة وصالح لسه صبيرين بتفرق شوية ليلة وصالح ليلة وصالح أحلى اسم في الدنيا صالح ده أخذ بالك أحلى اسم آه عندك منع؟ لا طبعا كابتن إمان كنا بنتكلم كمان على يعني كانت طبعا والدة الكابتن الله يرحمه محمد عبدالغاب كانت معنا في الإنترو قالت جزء مهم جدا جدا في صناعة الأبطال وهو الأسرة أو البيت دايما بنتكلم على البيت إنه هو وخاصة أنا هتكلم معك بكل إمانة يعني خلال العشر سنين الفات والسوشيال ميديا والتغير شوية والإنترنت والولاد الصغيرين خلاص بقى يعرفوا حاجات كتير إزاي حضرتك قدرت تسيطري وقدرت تعملي البالانس اللي هو أولا البيت إنه يكون هو جزء كبير جدا جدا من انطلاقة أو من نشأة البطل نفسه بالإضافة مع النادي التوليف داية حضرتك عملتها إزاي عشان ما شاء الله ولادك يبقوا أبطال في النادي الأهل الحمد لله هو الموضوع أساسا محتاج إنه هم يبتدوا يعتمدوا على نفسهم قوي في كل حاجة ما نلجأش قوي للسوشيال ميديا ظهرت في الكام سنة الأخرانية بس قبل كده ما كانش موجود بس هي أثرت طبعا بتأثرت جامد يعني هي ممكن حبهم للنادي وحبهم لللعبة وشايفين باباهم ومامتهم أنا برضو كنت لعبة في النادي الأهل ولعبة منتقى فهم برضو يعني تولدوا في الملعب بمعنى صحيح يعني كلهم كانوا موجودين يعني كان كريم بيبقى في إيدي في المعسكرات في السفريات اخترت لهم اللعبة واللي هما زي ما قلتي علشان نشأوا في بيت شايفين شايفين بابا وماما بيلعبوا اللعبة بكرة في إدهم باستمرار يعني أنا حتى نادين عندي حاولت وديها فولي زي ليلة كده نادين كانت معنا آه كانت معيكو وحاولت وديها فولي هي كانت حبة فولي وكانت برضو بتلعب بسكت بس جات لمرحلة معينة قالوا لها لا وما ينفعش وبابا وماما وما ينفعش ولازم بسكت ويا بسكت يا ما فيه مين اللي قالها في النادي بقى لأن ما ينفعش يبقى وبين لعبتين جماعيتين فطبعا ما قدرتش تاخد القرار غير هو البسكت كبار يعني بس فهو طبعا تأثيرهم البيت اللي احنا لازم بنبقى متعاونين مع بعض في الحتة دي ان احنا آآ بنقفل حاجات تانية كتير يعني السوشيال ميديا ما نخليها ستأثر علينا بالسلبي يعني خصوصا الموضوع عندي احمد البعض يعني كان مصاب الفترة اللي فاتت دي فطبعا السوشيال ميديا مؤسرة جدا آآ كانت معايا شوية والجماهير ما بيستنوش على لاعب ان هم عايزينه في الملعب احسن حال ما بيشوفوش اللي بره بيبقى شغير الزب ده الدوري الام بقى بييجي بييجي في المقتدين يعني لسه كنت بتكلم مع كابتنا عالية بقول لها يعني احنا كان عندنا مهند الصباغ اللي هو دلوقتي بيلعب في فرقة نادي سموحة وكنا شارينه برضو جاي في الاهلي ومشو قالوا يبطل وما يبطلش ما شاء الله مبارح في مرش سموحة والزمالك ولا العيب مثلا عنده ولسه طالع يعني ممكن الاهلي يفكر يجيبوا تاني كبوينجارد مثلا فهي الاصابة بعد ما قعد ثلاث سنين ولعبت كرة امثلة كتير المصابين بيستنوا يعني ووضع طبيعي بالذات بالرقبة وخصوصا انه هو تحمل عن نفسه كتير في الاصابة للفترة اللي فاتت ولاب كانت كرحة حجمها كبير جدا يعني أربعة في أربعة فيعني صعبة فعمليتين ورا بعض فبتاخد وقت ونزل برضو بعد الكورونا على طول على أرض بلاط فطبعا أثرت بزيادة تاني معاه في رجله وطريع ملحا فهو غصب عنه يعني هو طبعا يتمنى يبقى بكرة في الملعب وإن شاء الله فإحنا على طول الدعم ده معاه وهتبقى أحسن وهتنزل وخلينا ومع بعضينا ونروح مع بعض الجام ويلا ده نسوبرت اللي محتاجه في الوقت بالزبط احنا كلنا معاك احنا يعني أنا مرة روح يعني أنا بنزل معاهم الجام أوقات هون ويلا هنبقى مع بعض وبصراحة لازم نشكر الدكتور علاء شاكر بصراحة طبيبهم طبيب الخريق لا أخصائي علاج طبيعي بصراحة عامل سببورت جامد لي والندين كنت نعلاق شاكر ده من يعني ما شاء الله والروح الحلوة اللي عملها في الجام مع العيبة يعني محمود متولي برضو معانا في التأهيل هناك كلنا موظم لابة مصر تيم التأهيل كلنا اللي عايبة هناك وبصراحة طبعا عايز حضرتك بس يتقول يا علو 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 نادين طبعا يعني صوتها عشان عشان تقولك على هوى كل السنة وانت طيبة ازايك يا نادين الحمد لله طوامين ايه احنا حبيبتي الحمد لله ومش كنت جتي ايونا فكرة كنت معانا قبل كده لسه بنحكي مع مامتك كنت بتحكي على قد ايه دورها كبير ومهم ويمكن اكبر دور في حياتك هو دور مامتك كابتن ايمان ايو اكيد مامي دورها اهم دور في للا يقول في حياتك مامي حقيقة مامي حققت حلمها فيها باننا سافر اصلا امريكا وادردس وقالعب بسكت حماج كانت حاجة هي استهدت عملها، لكن طبعاً وقتها مهمة أن انت الزمن يعني البعض عندهم قابلية لما يشيبوا أولادهم يسافروا براء لوحدهم فهي يعني الزرعة الفالحة دي من صغيرة وانا اعتمد على نفسي وكانت دايما تقولي أني أبص للبص في كل حاجة حتى لما جيشت السفر وكذا كانت تيوان طبعاً تريت توقيت فتبتل تفكير معي فتبتل تفكير معي كل حاجة فطبعاً تفكير معي كل حاجة انت كنت تتكلمي في فكرة السفر كانت أكتر واحدة مشجعك يمامتك خلاص هي ربت فوفقت في الأخلاق وفي التربية دي فسيبها يعني يعني في وسط ألف واحد أنا عارفة أن بنتي دي بمئة رجل أو بمئة ستة ده مهم يعني دين يعني كنت لسه بتكلم طبعاً مع كابتل الإيمان على السوفورت اللي بيقدمه الأسرة وخاصة الأم في أنها تبني بطلة بمعنى صح دور المهم جداً في خلال يمكن زي ما بتكلم السنين الأخيرة والسوشيال ميديا ويمكن استخدام بعض الناس سلبيات السوشيال ميديا ده كمان دفعك بشكل كبير يعني أيها أكيد بالضغط أنت عارك عارف يعني إحنا ببيت الصالي صحيح أنا طبعاً وأنا كتبا شايفة بابايا وباندل النالي بسمع كله بيتكلم عن بابايا وإنجازاته وحقق إيه في الوقت ممصي وبعدين إخوتي الاثنين بيلعبوه كما يقول السابق في الأول هو أكيد أننا تولدنا فرعب البسكت فهو أحد هذه الأشياء جديد زرعي فينا من أننا صغيرين نحن نتعلم عن السنة وأننا هناك ناس أظهر مني ببصلي اللي أنا مثل لهم أعلى وأنهم عادي كثيراً كما أنا كنت في حاجة عالية طبعاً لدي أختي كبيرة مثل وقد وليا في البسكت وكان نفسي الحمد للإقدام كده لأنا سافر بها أمريكا وارجها وارجها كان علي أختي كبيرة وبأسألها وبأخذ رأيب وكل حاجة كده كده يعني جبتي أممه هدية عيد الأم؟ جبتها والله فعلاً؟ وعيد بلدها كمان كان أولاً مارحة يروح تبقى هدية واحدة ولا هديتين؟ لا هي هدية واحدة هم هديتي بصراحة بتدهلك النهار دا لا هم دهلي ومعد من إلي يروح ألم نديمة تتكلمي على كابتن عالية كمان إنها كان مثلاً عايز أعرف بعض المواقف اللي كان فيها شد وجذب ويمكن كان أكيد في مواقف حصلت في حياتك أنت كان ليك وجهة نظر معينة أو الأسرة ليه وجهة نظر معينة كان النقاش عامل إزاي؟ وقالية النقاش دا عشان توصله لحل أكيد في مصلحتك وكمان من رؤية الأسرة أن يكون في مصلحت الأسرة تفتكري حاجة من دي؟ آآ يعني مع بابوايا أصلاً بابوايا ما كانت محبسة أولي شكلت الصفر ما هو دول الصفر طبعاً طبعاً تدخلنا كلنا يعني أنا عانت سنة كاملة مع بابوايا لغاية لما أقنعته بالمنطق بالآخر لنا ووقتنا وقال لي تفتيو عملي بيتي عايزة وبالعكس بقى معايا جداً وإن هو سيتي لنها بسوطة تأثير ممتك طبعاً بقى لنا عايزة وبقى مغافة أخوطية صحيح كابتن علي كان لكي دور في إقناع والد نادين بموضوع السفر كمان مش بس كابتن إيمان عشان هي مرت بالتجربة دور كدير هو كمان عمكة محمد يعني عشان إحنا برضو من يعني أنا هو كان قدوة ليا برضو من وإحنا صغارين أوي كانت تانت إيمان وتانت لي مش عايزة كمارهم يعني لا هي كانت بتلعب زيها زي نادين كده يعني وأنا بلعب كانت لسه بتيجي لنادي مع خلتها بالسحيل البداية بدأت المشورة آآ يعني اللي هي بتلعب مع عينا يعني يعني السغلطوطة بتاعتنا أنا بقى نادين فهو أنتن محمد على طول حتى لما أحمد برضو بيقى فيه حاجة أنتن محمد بيجي قول لي كلمي معاه قولي له فنادين كانت كنت أنا خلصت جامعة ورجعت فكنت أنا بببوش قوي في منو انت حد كويس قوي لازم تموري بالتجربة انت لازم تطلعي لازم تروحي فكان جالها سكولرشيب في سنة وبعدين أنتن محمد عاصلك شوية وقال لا أو مش هينفع فكان خلاص الوقت راح آآ جات بعد كده فضلنا بقى احنا خلال السنة دي بنزن عليه أنه لا ينكله يا الله ولازم تروح لغاية بقى لما السنة اللي بعدها على طول هو غالباً سفرها من زننا كلنا يعني يا علي عشان يفتاحهم مين غير الست اللي تعرف زي لست مصرية أصيلة زي لست مصرية أصيلة صح يا وانت كمان يا نادين أعتقد البوش دوت كمان إداكي دفعة كمان أنت يعني الوالد ما كانش موافق كان خايف عليكي البوش دوت وإقناعه كمان أعتقد إداكي بوش جامد جداً هناك إنك تحايا حاجة كويسة ومشاء الله مشيتي بشكل إذا كنت عايزة أن هو يكون فخص لأنا عملته وإن أنا كان عندي نظرة لأنا عايزة تكتر وأحقق كده فحمد الله لقد قدرت أعمل كده فهو بأنا أصلاً مبسوط زي حبيبتي ربنا يا وفائك رب أنا عارفة أن أنت يعني مشوارك لسه طويل وعارفة أن أنت طموحة عايزة تعملي حاجة عايزة تعملي حاجة في اللعبة دي وتكوني مثل أعلى زي ما ممتك مثل أعلى كمان فأنا بشكرك قوي يا نادين شكرا يا نادين وكل سنة وإحنا كلنا طيبين يا حالة وإحنا طيبين وتكري اللي عملته ماما معاك عشان تعملي مع أولاديك إن شاء الله ما تنسيش شكرا يا نادين شكرا لك كابتن علي أنت كل عائلة كلها إن شاء الله في اللعبة زي ما قلت في الأول صح؟ ويعني أكيد كل شخصية في حياتك كان لها تأثير أو دور معين بس أنا عايزة أعرف خالتك تحديداً كان لها دور كبير صح؟ كابتلعب نفس اللعبة كابتن لوبنا كابتن لوبنا كانت بتلعب نفس اللعبة لوبنا ونهلة كانت بلعبوا باسكت إحنا أصلاً يعني الموضوع اللي ورجعنا واره شوية إحنا العيلة كلها يعني حتى جروب العيلة على طول بيتكلموا في الأهلي فولي حصل إيه كورة قدم جداً بتصعودوا بقى يتعملوا تحليل فاني وكده؟ خالي على طول جدي الله يرحمه جدي وجدتي يعني جدي الله رحمها يوماتش الأهلي لازم تي شيرت الأهلي كان بيعادي يشجعنا وإحنا بنلعب يعني أنا ولوبنا ونهلة لعيبنا في وقت بالظبط جدتي وماتش الأهلي اللي بنلعبوا كورة أو يعني حيام حيكم كبتور أهلاً بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة ويعني معانا يعني نجمة كمان نجمة كبيرة وكابتن عالية كان بتقول إن كان لكي دور كبير جداً جداً في مشوارها الفنية بتقولي لها إيه دلوقتي هوية قاعدة معنا هنا في البيت الكبير أقول لها برضو كل سنة انت طيبة علشان عيد الأم والإيمان والزبيلاً لما حضرتك حبيبتي كل سنة وانت سيهم كل سنة وانت طيبة لأ هو أنا عندي مشكلة إن أنا بنسى أسامي وانا والله وانا كنفس المشكلة ولا يهمك حبيبتي يا ربي خليك كل سنة وحضرتك طيبة ولسه عليا كانت بتحكي عن الدور مش بس الممتة كانت بتقدمه لها أو والدها الأسرة كلها الأسرة كبيرة بقى أنا باعتبرها كده يعني في حضرتك كمان من الشخصيات أكيد اللي أثرت في حياة عالية أعرف منك إزاي أثرت عليها أنا طبعا بعد ما اعتذلت مرنت في ناجل أهلي أنا يعني حياتي التدريبية حوالي 30 سنة تدريب ماشاء الله الحمد لله وانهيت ما أثرت في 2017 اعتذلت التدريب فعالي أنا مرنتها أثنين طويلة وهي ناشئة من تحت 14 سنة بغاية ما وصلت للفوريس تيم وفي فترة كبيرة وعب مع بعض في الفوريس تيم وكانت معنا كابتن سايد مدير ثاني وأنا مدرب عام ويعني عشنا كتير قوي في المرعب البسكت مع بعض أكثر من البيت آه طبعا آه أنا فكرة كبتن لبنة مرنت ناديم بنتي مرنت ناديم بنتي برضو مرنتها حوالي 14 حلو حلو يعني كل العيلة ما شاء الله وده دايما بنتكلم لما بتكون العيلة كلها عندها عندها ثقافة الرياضة أصلا ثقافة الرياضة مختلفة ده بينعكس كمان على أخلاقيات الولاد وبينعكس بشكل كبير جدا على روح التعاون داخل الأسرة وده مهم جدا ويمكن لسه كنت بتكلم احنا في الظروف صعبة بالنسبة للسوشيال ميديا بيأثر كتير على ترابط الأسرة لكن ما شاء الله واضح يعني لما تكون الأسرة خاصة ما تكون أسرة أهلوية 100% ده بيكون طاقة إيجابية لكل أفراد الأسرة على مر العصور يعني حتى كابتن لبنة بتتكلم على الجدود والجدود فده شيء إيجابي وده إن شاء الله موروز كمان للولاد وأولادنا اللي جاييني بذلك كده وأنا في اليوم ده بحب طبعا أشكر بناتي للعبات اللي قصروا بي عشان يعيدوا عليها عشان ما يدر الأم وده كانت حاجة أفعادتني جدا مع أني سبت تدريب نمل الحمد لله أن فيه العيبة عندها قصد يعني فصل تعيد عليها يعني كل السنة بتخليهم كده ونرفح لهم أعيز أقول لحقيك أن يعني كابتن لبنة وهي بتمرن يعني كنت أنا كانت بتعامل معي أشد من المدربين اللي ما يعرفونيش يعني أنا أصلا بطبعي عمتا مش حد بتاع مشاكل أو حدك يعني هادية وبتمرن الحمد لله الحمد لله يعني كويسة ومنتخب بس هي كانت دايما يعني بيحشوها شديدة عليك يعني بيحشوها يعني أي أسيستنت معي أو أي أسيستنت مع حد بيحشوها هي ماملش حاجة كنت قصد تعملي كده وعشان محدش يجي يقول لك أصلها قربتك أصلها منتخالاتها صح؟ بالضبط يعني بشد عليها هي عشان الباقي خير أه بالضبط يعني وده طبيعي وأنا في اعتقادي موضوع الشدة ده بيكون أولا شيء إيجابي لشخصية اللعب اللي قدامك إن لازم دايما بوش للأفضل ودايما يكون الأحسن الجزء بتاع الأرايب بيبقى كمان رسالة للعبات التانية أو اللعبين التانيين إن أنا مفيش يعني مفيش يعني ما بفضلش علشان قربتي فالموضوع كمان بيبقى صعب عليها وصعب على حضرتك أجيد يعني بسفت بسفت فأنا مكنتش بعمل حاجة يعني بمع يعني أنا مبعملش حاجة انت شكلك هاتي ثانا عالشان هي يعني عايزة تشد على الناس فبتقوم شد علينا كابتن فرقة فتشد علينا عشان عشان كلمة تشمع عشان كلمة تشمع آه يعني فطب أنا ما عملتش حاجة دايما في العلاقات دي يا عاليا فكرة لسه كلام دا دايما في المواضيع دي بالذات اللي فيها عوائل أو كذا وبيلعبوا نفس اللعبة أو داخلين زي مهنة التمثيل زي والدهم أو ممتهم بيكون فيه حساسيات من النوع دا أفتكر حتى لو الابن أو البنت موهوبة يعني البنت أو الولد هو اللي بيتظلم الحقيقة يعني بشوف كده بس هو بتثبت وجودها ما انت بتثبت وجودك طبعا لو انت موهوب ولكن بيكون حساسية شوية وانت بتتمرني ومسلا خالتك هي المدرب فبيكون فيه حساسية شوية انت كمان اللي كان لازم يعني بتدي أكتر ما عندك عشان محدش يقول لكن عامة أخيرا يعني بيكون كل دوت شيء إيجابي لما نكون بطلة موجودة معنا وكمان مدربة البطلة موجودة معنا عشان كلنا هنا في البيت الكبير يعني بنحتفل بعيد الأم بنقول لحضرتك كل سنة وانت طيبة وان شاء الله بإذن الله كل سنينك تبقى سعادة وبصحة وبهنا ان شاء الله وحضرتك طيبين جميعا ويا رب دايما قناة الأهلي سابق كل الخضوات الرياضية كده في الاحتفالات والحاجات الجميلة كلها يا رب يخليك حضرتك كل سنة وحضرتك طيبة بنتكلم بقى عن دور الأم في البيت عليا انت طبعا يعني أم تعتبر حديثة شوية صح؟ يعني انت بولدك ما شاء الله ليلة لسه تم مبارح تسعة سنين تسعة سنين ما شاء الله دي بنوطة كبيرة يعني حلوة كده بتلعب نفس اللعبة؟ بتلعب باسكت برضو من وإحنا صغيرة وبعد كده بدأت بقالها فترة كابتن توتو خطفتها فولي شوية يعني أنت أم من زمان ما شاء الله يعني مش بحسبك مستجدة بقى اللي فترة بقى زاد علي الموضوع مش باسكت بس يعني تمرين باسكت وتمرين فولي ومدرسة وانلاين وموضوع زين شوية ده اللي بنتكلم الصعبات ودايما دلوقتي الولاد ما بيكتفوش بس إن أنا أعز ألعب باسكت بس طب أنا أصحابي بلعب فولي طب أنا بروح سباحة طب أنا عندي امتحان طب الانلاين كابتن امان الدور الدور ده اختلت بفضل يعني أنا كنت عايز أقول حياتك إنه مهم إنهم يلعبوا يجربوا كذا اللعبة يعني كلهم صغيرين هم صغيرين السباحة والجنباز يعني أنا حتى والووتربول أنا فاكرة كابتن محرم كان على طول بيأخذ عايز يا أحمد يقولي سيبهولي في حمام السباحة ملكش دعوا ببابا وماما عشان طويل ومناه صغير وعشان التاتش في السباحة وهتلمس بسرعة بيأهلهم دي عادة لعبات أكبر يعني بالزبط بتساعد كل الحاجات اللي هو بيبدأوا فيها ماما صغيرين دي بتساعدهم وبتخلي انتقاءهم في الآخر صح يعني للحاجة اللي هم حبوها بنفسهم أو حبوا يلعبوها بس يدي ما أنا بتكلم دي تحديات جديدة للأم يعني دلوقتي إحنا بنتكلم كدراسة يمكن فيروس كورونا والأونلاين ده يمكن أجل شوية لكن عندي كلات بيدرسوا وعندهم طموحات تدريب وعندهم طموحات سفر عندهم لو بلعبوا منتخبات الأمور دي كلها بتعدى على الأم الزيب بيبقى حامل كبير قوي بيبقى حامل كبير قوي ولود كبير وبيبقى تضحيات قصد منها حاجات كتيرة يعني أنا أفتكر أنا عندي أحمد مثلا في سنوية عامة مامتحنش مع زي الناس يعني ايه؟ مامتحن دور تاني عشان كان عنده كان مسافر كاس على يعني أنا كل الأمهات وكل المدرسين حرام وخطأ وتجسفوا بكده ونكتب تعهد على نفسنا إنه لأ ومش هيدخل الدور الأول وانتوا بتعملوا إزاي كده تبقى مشكلة في العيلة وفي الناس اللي هي بعيدة عن الرياضة المدرسين والكلام يعني وهم شاطرين الحمد لله والحمد لله ربنا وفقوا يعني يمتحن ليه يمتحن ما يبقى عندهم فرصة تانية مع زميله مع زميله مع الفرصة تانية السنة ما تروحش عليه لأ وكان لأ هتقدر تعملها والمدرسين بصراحة بتوع المدرسة يعني أنا فاكرة إنه هم كانوا سبورت جامد لينة يعني كانوا بيقولي هتي بس يخلص وهتي يعني بيعودوا معي طب إنت فاضي إمتى عشان يعودوا معي برضو مهم قوي إنه يبقى فيه تفاهم من المدرسة والبيت إنه هم يسهلوا الموضوع ده مع الولاد مش لأه وكده أنا فاكرة لأنه يوميا كنت لازم أخذهم من مدرسة ماكسما من ساعة 12 عشان التمارين والمعسكرات والانتخابات نادين نفس الكلام سنوية عامة كان عندنا كس عالم معسكر سنوية عامة يعني اللي هو مستقبل مش عارفين ناخد دروس زي الناس كلها ما بتاخد مش عارفين نروح مدرسة أنا أفتكر إنها كانت دروس صحابها اللي بياخدوا وبيبعدولها على الواتساب بتعطي قراف العربية وإحنا مروحين عشان عندها متحن السوق وبنتمرهم فتريتين وثلاثة في سنوية عامة منتخب ويعني وما ينفعش تسيب المنتخب ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش أنا قتلها النتيجة ويوم سفرة كانت في روسيا overwhelming كان اللي هي مش مصدقة بقول لها الدين دين za' فهني هما الولاد فعلا هما بيتعبوا وكنت بقولها يعني بنحاول نوفر لهم كل حاجة احنا بنوفر لهم الوقت في الطريق بنوفر لهم الاكل الكويس بنوفر لهم اللي أنتُ يعني ناامي كنت strange كنت أوقت بقول لها نامي وارتاح يأتيك النجاح حتي كانت تقلولها أصحابها كلاما ده مامي طعفى نامي على بلها تقول لك نامي مبتالب كنت بتقول لها لا احنا عايزين نعدي أنا عارف أن أنت مش هتقدر تجيبي الفول مارك في كل حاجة أو مش رد أن ننجح في كل حاجة لازم هتبقى حاجة على حساب حاجة بس هم الحقيقة كانوا بيحاولوا توازي بس يعني لأ والحمد لله كلهم فوق ال95 عند التلاتة الحمد لله يعني التلاتة متحقين يعني الحمد لله كابتال علي طبعا أشعر أن الضغط والمسئولية والصعوبات لما بيكونوا في سنة أصغر بكتير يعني مش وهم كبار صح يا علي يمكن أنت بتعيش دلوقتي نفس التجربة دي أو اللي أنا بحكي فيه أن أنت كل ما هم صغيرين أكتر لا يعني مسئوليتهم يعني أكبر بكتير الخوف عليهم بزيادة لسه بتعلميهم لسه حاجينة يعني أنت عملة ابني أكيد هو طبعا هو زمان كانت الدنيا أسهل شوية من دلوقتي ما كانش فيه عدد الناس اللي بتلعب برياضة وما كانش فيه دلوقتي الناس كلها يستلعب برياضة العدد كبير يعني زمان كان الموضوع شاق جدا زي ما تنطيبان كانت بتقول يعني أنا برضو كان نفس الكلام سنتين سنوية عاما أصلا في معسكر النتيجة السنتين أنا مش موجود وامتحنى برضو نفس الكلام حتى كان معي نفس الوقت منتخب الكورة كانوا يعني شريف إكرامي وشيتوس وحسام غادي كانوا برضو كان عندهم من أرجنتين بالزبط سعيتها نتكرة كويس بالزبط فكانوا برضو كل الناس دي متحنى في حيطة مختلفة بس كانت الدنيا فعلا أسهل المدرسين بيسهلوا الدنيا الناس الرياضة الطريق حتى يعني أنا جدي كان بيجي أخذني مامتي بتشغل في بنك فجدي اللي بيجي أخذني من مدرستي في مصر الجديدة عشان يوديهي النادي لأهلي في الجزيرة فكان دلوقتي طبعا موضوع أصعب الليلة عندها تسع سنين إحنا وإحنا كبار إحنا بنكون عارفين أنا لازم أكل لازم أنام عندي تمرين تسع سنين هي يعني لسه فلازم أنا اللي دايما أكون بالذات وراها في موضوع المذاكرة التمرين هي عايزة ننزل التمرين وما هتتمرر بلس أن أنا عندي صالح وعنده عشر شهور يا روح قلب الله أجل فإنه كان في طبعا سنة حمل مع أن أنا ليلة والكلام ده والتمرين مع شغلي مع أن أنا بحضر ماجستير بالوقتي وبقيد بذاكر بصالح بتمرين ليلة بتمرين إيه دي منتخب مصر تمرين المنتخب أنت بطلة جوه البيت وبطلة بخص فجأة الدنيا فتحت مني فجأة كل حاجة فتحت مع بعض نفس الوقت فطبعا ده زي ما قلت في الأول من غير خالتي مامتي أو عيلتي كلهم مفيش مشكلة أنا هوادي ليلة حد يجيبها من التمرين مامتي بتسحى معايا في الأونلاين لو أنا مثلا عندي مذاكرة وسهرت فمامتي بتسحى معايا في الأونلاين تبقى قاعدة معاها هي مع ليلة هو لا السبورت وهي ده العيلة يعني هو ده العيلة اللي دايما يعني أنا دايما شايف اللي أنا عاشت برة في أوروبا كتير لكن دايما أنا بشوف أن العيلة المصرية ما اعتقدش تتواجد في أي حتة في العالم السبورت دوت وأن كل واحد خايف على والسؤال وبيشيله بعض فعلا في وقت الأزمات نتكلم على عيد الأم لكن كمان نتكلم بقى على الأب كمان شوية لا 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 ده أكيد كابتن محمد سيد طبعا سليمان السلعوى النجم الكبير الكبير طبعا في التاريخ عظيم للنادي الأهلي معنا على التليفون لازم نتكلم على دور الأب مساء الخير يا كابتن بساء الخير كابتن هاني ازاي يا حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب لأن اعتقد النهاردة يعني آه طبعا الأم لكن عيد الأسرة كمان عشان عارف بعض الأبهات بييزعله هنمشيها عيد الأسرة يا كابتن سلعوى هنمشيها عيد الأسرة عشان خطرك كل سنة وانت طيب وانت طيب كابتن امام طيب وكابتن عالية طيب وان شاء الله ربنا عيد عليك وانت مزيعة متعلق وسهام مزيعة متعلق حبيبي ربنا خليك كابتن انا عارف دور حضرتك طبعا كبير ومهم احنا بنهزر وفي عيد الأم لكن كمان دور الأب ده انا اعتقد انه لا يقل اهمية ابدا ابدا عن دور الأم خاصة كمان لما يكون الأب ده متعاون وانا عارفة انه حضرتك ليك يعني دور كبير جدا في حياة ندين وفي حياة محمد واحمد اكيد طبعا يعني كريم واحمد كريم واحمد وكريم واحمد طبعا الدور ببقى خلال توجهات معينة في بعض الأشياء لكن الأم هي اللي بتشيل طبعا الحجل كله وهي لكن القبض يواجه بس للصالح العام بالنسبة للأولاد لكن الأم هي اللي بتشيل طبعا المسؤولية في الدراسة وفي اللاعدة وفي البيت وخارج البيت وكذا طبعا هم بيقع عليهم يعني الحبل الأكبر لا أكيد كمان حضرتك ويمكن كابتن إيمان كان بتتكلم قد ايه كان دور كمان الأم أكيد دور كبير إنها كمان تقنع حضرتك بصفر بصفر ندين وكان حضرتك عندك أكيد كأي أب بيخايف على بنته إنها بتسافر بلد بعيدة جدا لكن دور الأم بقى هنا ودايما بنحس حتى حاجات كتيرة جدا لما تكون البنت أو الولد عايز حاجة من الأب بيروح للأم على طول يعني دايماً دايماً بيصدر الأم في المناطق دي الموضوع دا لأن أنا في الثرافق طبعاً البنت السافر اللي أعنيها في أمريكا وكده برغم يعني معظم صحابي هناك وكده بس أنا في الثرافق عاليا لها بتزور كامل برضو في الموضوع ده في أقناعك الزن الزن هي الزن من برّة والزن من الموضوع فقولت تجرب خلاص العاليا طبعاً أنا هي الشرط متنية بتاعك حاجة بقى تزور وطبعاً المدام هي كرياضية في المجال للبنات أكتر تراية مني فكانت عاجزها يعني عايزة تحقق لبنتي في الموضوع ده وهي كانت عايزة تدرس وتلعب فرفينا الحمد لله وفقها وفعلاً شرفتنا ورقعت نفها تاني بتادي ورجعت بأن أهل تاني وربنا أمساهم يعني ان شاء الله برضو تفلال يعني هؤلاء في س congrينة ان شاء الله برضو هيرجع للتدريبات وان شاء الله يعني الأمور تا vão تبشي باية ان شاء الله كابتن يمان تحبي تقولي حاجة للكابتن كبير لا نقولك وليساهم أنت تعيب وربنا خليك ليهم للأيلة الكبيرة بتاعك فعلي عايزة تقولي إيه الكابتن محمد؟ كابتن محمد دربك صح؟ أم لا بمران ولد بس ممكن أكون وانا صغيرة عديت عليه يعني لإن أنا كنت على طول في الملعب أي حد بيتمرن بدخل معاه فإن ممكن بسوكة ممكن محمد يعني من وانا صغيرة كبرت يعني كبرت على إيدي كريم اللي في السورة اه كريم كان في السورة موجود السورة اللي فاتت كان كريم موجود احنا منشكرك جدا جدا كابتن محمد وسعداء بمداخلة حضرتك ودائما بتنورنا هنا دائما بتنورنا هنا طبعا تعليقا على الأحداث يعني بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله ببراه بكرة كابتن صح؟ طبعا بإذن الله فيه تغطية هنا على الهواء مباشرة في قناة النادي الأهلي واحنا بسببكو عندنا الهواء الساعة 11 لا انشاء الله توفية للنادي الأهلي لاخارك برضو برضو اتأخرناك لا يا فو كله حوبا في ندي الأهلي يا كابتن سلعاوي نِكسب بس نِكسب بس نِكسب وإن شاء الله من separate ways إن شاء الله دماء الله بحضرتك بألف طائلة وكابتن عاني يرغبكو ونموض mmm خير يا كابتن ورغبكو شرخSE شرخت اي مكان شرخلينا يا كابتن شرخلينا شكرً لك يا كابتن سلعاوي شكرً جزيلاً لك بعد الفاصل؟ في فاصل؟ طيب في فاصل فضلوا نكرر بليل سألوا بعد الفاصل في البيت الكبير رجعنا مع حضراتكم في البيت الكبير وبنحتفل بالأم المصرية وعندنا اتنين نمازج من أمهات المصريات اللي كانوا بطلات وولادهم كمان دلوقتي بطلات في النادي الأهلي كابتن عالية وكابتن إيمان بنرحب بيكم مرة تانية في البيت الكبير سؤال اللي كان قبل الفاصل اختلاف عقلية الأسر المصرية بشكل كبير جدا وعايز اعرف من حضراتكم ان كان الأسر المصرية زمان شوية كان موضوع عمتن الرياضة بيبقى بالنسبة لهم حاجة مش اساسية دلوقتي كل ام وكل اب تكلم خاصة مكرت القدم لكن دلوقتي توسع كمان المجالة على مستوى الرياضة كلها بيتمنى ان ابنه يكون رياضي ويكون بطل في اي لابة كابتن إيمان شايفه ده ازاي وايه السبب في التغير دوت التغير الجزري فيه فكرة حتى الأسر المصرية بالنسبة لأولادهم اعتقد السوشال ميديا والإعلام لهم تأثير في الحاجات دي لان يعني انا مسلا الايامي كان طبعا لو تصبت عليك بايه عادي طب أسر حضراتك كان يعني بتعارض انا الوحيدة اللي كنت بلعب في وسط اخواتي لان احنا كنا الاول برة مصر وما كانش في رياضة فلما جيت انا اللي كان قدام مني الفرصة للألعب اه كانوا سببورتت ليا ولنا ألعب بس الحمد لله انا برضو كنت متفوقة يعني وكده وفنون جميلة فالهو لأ يعني لما جات لإصابة مثلا في ربتي بمثل بقى أحمد يعني انت بنت وقعودي ومش هينفع وابتاع لأ بقيت بالإقناع اللي انا لو قاعدت انا ممكن وانا ناس دا مسترين رجلي تتلوي يعني او يصلي إصابة او كده مش شرط ان هو من رياضة والإصرار بقى الوحيد ان هو يكمل وبردو منتخب والنازي والكلام ده كله فالحمد لله كانوا سبورت دليا وهم كانوا شايلين كريم لان انا متجاوزة وانا لسه بدرس وبالعب وكان معي كريم كانت والديتي طبعا بتساعدني كتير في الموضوع ده وعلى طول معيها في السفر يعني هي اللي بتشيل دايما الام هي اللي بتشيل بصراحة يعني اللي لها طبعا ما كنتش هقدر أكمل لغاية ما جبت أحمد يعني قعدت ألعب سبع سنين فرق بين الاتنين ومجبت أحمد وبقى الاتنين فبقى الموضوع أصعب بقى شوية طبعا ان واحد يتحرك بصورة لحضرائك طبعا وانت بتمرسي لأ لا ده هنا ده هنا وقتنا في 3 على 3 لا لا نلعب ده هستيل بنلعب هنا كل فترة كده طب حل بنتجمع المجموعة دي كابتن نيفين أعتقدت برضو في السورة بس نسبتيش اللعب برضو كابتن إيمام تلعبي لعب وتدريب تلعبي وتدقاء مرنت برضو فترة في النادي وفي أنديها تانية وكنت برضو مرنت في كاس العالم 3 على 3 يعني الحمد لله يعني في المجال برضو ده كريم وأحمد كان هو بيتكرم للدكتوراه وأحمد من أحمد الكريم على أكيد أحمد الطويض أحمد جلنا هنا بس وشكلك أختهم على فكرة يعني أب جد والله شكلك أختهم فعلا أنا الحمد لله قريبة منهم التلاتة يعني أنا أختهم فعلا في البيت يعني بنتعامل اللي إحنا الصحاب قبل ما يكون ماما يعني بنتعامل برضو اللي إحنا لازم حد قريبة منهم كل حاجة بيحكوا هايلي كل حاجة معيهم بنتفق على حاجة من وراء بقى لا بدلوقتي كانوا بيسلطون لدلوقتي بسلط نديم بقى هي الموابودة دور كمان جوزكي علي برضو دور مهمة مش بس الأسرة أه طبعا طبعا مع أنه هو مسافر معظم الوقت لنبيل هندول برة بس هو معانا على طول يعني هو معي بيساورت كل الوقت سواء في صالح أو في ليلة وهو دلوقتي موجود في أجازة فشايل عني بصراحة موجود دلوقتي في مصر طبعا اه طبعا اه عالو مالك معلكم السلام كابتا محمد زكا كنت شرح عليك أخبرك هي كابتا الحمد لله كله بخير الحمد لله معانا طبعا علياء وماشاء الله يعني كان بتقول انك سوبرت في جميع الأحوال وانت بالرغم انك مخترف في قرة اليد لكن سوبرت لها وسوبرت طبعا للأسرة بشكل كبير جدا بتقول لي عليها كمان في عيد الام النهاردة? بسهولة يا كابتن محمد بسهولة نجيب المرة جاء قولي يا كابتن محمد أنا حضرتك محترف بره زي ما عليها بتقول فين محترف أنا محترف نادي السد الكورتبال عم نادي السد سد قطر أه فدلوقتي يعني جات في الفترة طاعت الانتحانات وكده حدثت لأن محتاج أن أنا أكون كابتن موجود هنا أه أه الحمد لله فحتى أول سيزم دلوقتي شجال بس أنا يعني اتطريت من أنا أقول لهم معلش أنا اتطرقت رزم ينسل شوقي لازم يكون كنت بهم دلوقتي أه الحمد لله على السلام يا كابتن عشان كده المسئولية اللي على علياء فعدم موجودك هي أكيد أكبر يعني أه أه طبعا أه يبقى الموضوع ما بين مذاكرة وتربية صح وبيبي لسه ربيع مش متأسم على اتنين أكبير أه كابتن كنت لسه بتكلم وما سمعتش رائع علياء في موضوع تفكير الأسر المصرية بالنسبة للمفهوم الرياضة وزمان يمكن على أيام أنا كمان لما كنت بلعب كرة كان يمكن والدتي بالأخص يا ابنة تلعب كرة ايه دعا يعني أنا هتكلم مثلا عن والدي والدتي يعني فضل كان كل همهم بالموضوع ان هم يخلونا احنا في الرياضة بحيث ان احنا ما نبقاش وقفين في الشارع في الوقت بالزبط أنا أعاش على أقبل أنا أعرف كده كده أنا أعيزين نحطهم في الرياضة كأي حاجة الحاجة هم بيحبوها حتى لو ما لكن هي هي رياضة فهنا بتغير شدوك البني هذا صحيح نعم يعني مش لقرن ما بين الناس دلوقتي تلعب الرياضة أو ناس ما بتلعبشة أو ناس في السنة أو في نفس الجيل بتاعي مثلاً فس الموضوع يبقى مختلف في الشخصية وفي العبس كير في كل حاجة الأخير الرياضة لها عامل كبير في النقي شخصين أي بنيه ناوي إن شاء الله كمان أنه على مستوى ابنك يكمل في نفس اللعبة كابتن وكمان يعني عايزة أعرف من وجهة نظرك أنت يعني شايف مستقبل لعبة كرة السلة في مصر إزاي يمكن إحنا شاركنا في البطولة العربية وعلياء في الجهاز المعاون طبعا لمنتخب مصر السيدات السلة إحنا بقى فين كمان من أفريقيا هو ممكن تسأليها هندبول أكتر هندبول أكتر هو عنده فكرة عن البسكت ساعات أكتر مني يعني هو بيكلمني في الانبي اي فأمريكا مين لعبوا مين راحبين أكتر مني فهو لا يعني ممكن يجيوا بعض سؤال والله هو الموضوع مش الموضوع مش بعيد بس هو الموضوع محتاج بالنسبة للبنات محتاج احترافية شوية في التفكيق يعني البنات بلاتي ما شاء الله بالنسبة للمنتخب السيدات في كثير منهم أعرف أنهم كانوا وردين سكورشوب وطلعوا واشترافوا بره وشافوا شكل الاحتراف إزاي شافوا التعامل بيبقى إزاي وأتيتيود الناس المحترفة والناس اللي بتتمرن هناك بيبقى تمرين شكله إيه فالموضوع ده لازم يبقى معدي للناس اللي واجدين الرياضة كهوية حتى لو هم وصلوا لمستوى احتراف صحيح كابتن صحيح لازم يبقى معدي شوية هم لازم التفكير الشخصية تتغير لا إحنا لازم نقل إحنا كويسين هم مش مصدقين أن هم كويسين ويضروا طب مش مصدقين يا كابتن وقادرين دوت ممكن أخدك الجزئية أخيرة طبعا منتخب كورت اليد في كاس العالم السابقة اللي هنا كانت في مصر وكنا قابقة وصلنا وقدنا بالفوز على الدنمارك هل النقطة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اللي هي كانت نقصانا إن احنا نصدق إن احنا قادرين لأن احنا عملنا مباراة أكتر مباراة أمام الدنمارك ويمكن خسرناها في وقت يمكن الوقت دوت ينطبق على الجملة اللي بتقولها حضرتك إن احنا قادرين فقدنا الإيمان بنفسنا في جزء من الثانية يا كابتن ولا شفت الموضوع إزاي أنا شفت إن الولاد عملوا أقصى حاجة ممكن تتعملين جزئيات فنية اختلفنا واتفقنا فيها ممكن بيكون بتفرق من فرقة بس زي ما قلت لحضرتك إحنا كنا باللعب بطل عالم طبعا وبعدين كسبوا بشق الأنفس يا كابتن يعني تعملت كل حاجة لحد ما روحت للرميات الجزائية أنا بتكلم يا كابتن إحنا عملنا مباراة رائعة لكن أنا دايما بتكلم على الواحد في المية الأخيرة إن إحنا ممكن دي تكون إيمان بنفسنا أكتر إيمان إن إحنا قادرين أكتر لكن على مستوى الرائع إحنا لعبنا بطل العالم أفضل فرقة على مستوى العالم عملنا مباراة كبيرة لكن دايما الواحد بيبص يا لو الواحد في المية أو الاثنين في المية الإيمان بالنفس والثقة بالنفس وإنت قادر إنك حتى تتفوق يمكن على أفضل يعني فرقة في العالم هي دي اللي كانت نقصانة شوية هي دي اللي كانت نقصة بص أنا هقول لحواك على حاجة أنا إحنا عمزة بننزل بنلاعج فريق جامد أو بنتفرق عليهم حتى في التلفزيون أو بنتفرق عليهم في دوريات أوروبا إحنا بننزل نبعب بنجيب أقصد حاجة عندنا صحيح بالزبط لا إحنا هم بني أدمين وأحنا بني أدمين سح بلعبوا بن نحن بنلعب بالعكس إحنا عندنا حتة روح مش عندهم بلزبط إحنا عندنا قلف وروح بنلعب بيهم عدد منتقوش عند فرق أوروبية كتير دا حقيقي هنا نحوها مش موجودة عند فرق أوروبية وبتبن حتى في المباريات الحاسمة كورة بقى طايرة آه يعني بتبان قوي قوي آه وفيتا كلاب يشهد الحكتة بتاعت مصر دي أعلم اي من اي بلد يعني أنا لكريت وسفيرت أشوف كثير بجد الحكتة بتاعت العالم ومشيد الحكتة دي أنا في مصر غير اي حكتة في الدنيا بس احنا محتاجين ان احنا نتبه ان احنا نكسب ونكسب آه نقدر نكسب آه وليه هم احسب مننا وليه هم نجد صح نصدق نفسنا يا كابتن نصدق نفسنا أخيرا بقى والسؤال تجاوب عليه انت وعليا لو صالح كده بعد كم سنة يجي قالك اختر لي يا بابا انت لعبة انت وماما هتختر له هاندبول ولا الباسكت ولا كرة القدم ولا اي أنا من يومة ولد أنا عايز يلعب وانا عايز يلعب وانا عايز يلعب كرة انا كمان بقى عايز يلعب كرة خلاص يعني طبعا هو عمتا الرياضة زي ما انت قلت الرياضة شيء رائع ويما بيكون البيت والأسرة الرياضية اكيد ان شاء الله صالح هو هيختار اللعبة اللي يحبها اولا واخيرا يعني وان شاء الله يكون الكرة بس يعني خلينا نتكلم يعني بنقول لك حمد الله على السلام يا كابتن وبنقول لك كل سنة وانت طيب لان دوة كمان عيد عيد ليك واكيد انت سعيد جدا بعالية بالدور الرائع اللي بتقوم بيه كأم وككمان اجزامبل واجهة مشرفة لأولادها فبنقول لك حمد الله على السلامة وكل سنة وحضرك طيب محراج بالسحة والسلامة يا وجه وخريفة لي انا شخصية نشكر اه قولي حاجة اه قولي حاجة اي وضاي وهو عارف يعني كل حاجة انه جدا وكل ده ما كانتشي حصل من غيره يعني من غير طبعا ربنا اخذي كل بعض يا رب يا رب بنشكرك جدا يا كابتن محمد بنشكرك شكرا جزيلا يا رأيك يا كابتن احنا بنتكلم كابتن هيمان عن انه الباسكت النهاردة يعني لعبة طورت عالميا شايفا فين في مصر شايفا فين وسط دول العالم اه لا مصر الحمد لله مشي بخطة كويسة اه بس احنا ناقصنا يعني الدعم شوية الدعم شوية والترتيب من بدري للبطولات ما تبقاش المعسكر قبلها باسبوعين في بطولة قبلها يلا نتجمع دلوقتي ما ينفعش يعني بره بيتعامل البلانج طويل مدى للبطولات اللي زي دي ما تبقاش التجميع قريبة او حتى لو هما بيلعووا مع عندياتهم او كده بنبقى برضو لازم يكونوا كل زي ما بيحصل دلوقتي بدأوا اللي هما كل فترة اي توقف لازم المنتخب يتجمع لازم المنتخب يتجمع بحيث يفضل دايما فيه هارموني بين الفرقة ويبقى فيه مباريات ودية واعداد كويس للفريق عشان يقدروا يوصلوا للمستوى العالمي اللي موجود بره ده كمان صعب دلوقتي اكتر بسبب مظروف الكورونا بس احنا ممكن نستفد منها يعني ان احنا ممكن نلعب مع فرق هنا مش لازم نلعب بنات مع بنات لا ممكن نلعب مش شرط النعب على اولييني اه بره احنا كنا بنعمل كده هنا زمان كان عادي جدا منتخب 16 منتخب الدرجة الاولى بنلعب 16 الولاد ده بالعكس ممكن نحط على الافاادة الفنية واليقطة البدنية بقوة لان ده اللي بنقابله بره في الفرق الاوروبية او الافريقية حتى اللي هما بالقوة البدنية والسرعة فمش عيب ان البنت تلعب مباريات ضد الاولاد وكده كنا كتير بنعملها في المنتخبات كده دلوقتي لأ بقت بيتبصلها انه لأ بس مش يعني دي نقطة مهمة برضو ندر نتغلب بيها على ظروف الكورونا اللي موجودة حاليا دلوقتي كابتن عالية في نفس السؤال وهسأل حضرتك هل طبعا وإحنا بنتكلم على مجال الرياضة عمات ينقصنا لتخطيط وإحنا نشتغل بخطة طويلة الأجل بالنسبة للبسكتبول هل كمان نفتقد الحتة لسه كنت بتكلم فيها مع كابتن محمد عملية الثقة في النفس ان احنا ان شاء الله نوصل لمرتبة حتى قريبين من مستوى الأوروبي ان احنا نصدق نفسنا ان احنا نصدق ان احنا قادرين ان احنا نوصل لليفل معين دي جزئية وهل مصر قادرة ان نتطلع نجوم على مستوى عالمي يحترفوا في الدور الأوروبي او الدور الأمريكي بشكل خاص بالضبط احنا من موضوع ان احنا نصدق ده فعلا اه نصدق واحنا دلوقتي بقالنا فترة في يعني الكيرف بتاعنا طالع كويس جدا سواء احنا عندنا دلوقتي منتخبات فترة الكورونا دي حاجة تحسب للتحاد الباسكت ان احنا كان عندنا ست منتخبات نتجمعها في نفس الوقت يعني 16 بنات ولاد 18 بنات ولاد درجة اولى بنات ولاد متجمعين وبنشارك وبننظم هنا وفريق 18 بنات بقيادة كابتن شريف عزمي كسب بطولة افريقيا هنا في مصر والولاد يعني برضو كانوا عاملين شغل كويس جدا بس ما حالكمش الحظ دلوقتي منتجمع منتخب 16 بنات احنا الدرجة الاولى بنتجمع باستمرار لغاية لما البطولة كانت فترات بقى تمرين معسكرات صغيرة تمرين تدبيبات اه 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 بيحصل معسكرات لو برضو عشان موضوع كورونا بيجمعوا اسكندرية بالكوتشز بتاع اسكندرية القاهرة بكده وكابتن يهب بيكون ما بين الاثنين كل اسبوع كل ويكند بنتجمع النتائج اتحسنت يعني احنا في افريقيا بنسبان افريقيا صعبة جدا للبنات لانهما احنا مهاريا احسن بصراحة بس هما جثمانيا بدنيا طبعا بالزبط هما بدنين جمدين جدا جدا يعني احنا كايننا بلايات كبائل افرقى يعني اه بالزبط فالاول كنا زمان شوية كنا بعيد بس ليت لي بقينا لا موجودين واخر افريقيا كسبنا انجولا انجولا ده بطن انجولا احسن من احسن فرق افريقيا طبعا بالزبط بدأنا نعافر مع الناس دي شوية فلا يعني الكيرف طالع في كل المتخبات على المستوى الافريقيا حتى تحديدا بالزبط بالزبط ان شاء الله حتى عرب الموضوع الحمد لله يعني انتو خطوا رسا بطولة العربية اه شبت واخدين على مستوى المنتخب بالزبط بالزبط بالنسبة ان احنا ممكن نطلع ناس تحترف هو اه احنا ممكن نطلع ناس كتير جدا عندنا امثلة في مصر عندنا ندين تحترف بسهولة سوراية تحترف بسهولة هاجر عامر اسرار عندنا مقمية حلوة موجودة عندنا لا احنا ممكن نطلع عناس كتير محترفات نطلع يعني مصر بقى فينا عندنا ناس تلعب برا ليه ما بنطلعش يعني بتقول ايه اسمعوا كلهم اسمع هي دلوقتي علشان علشان الدنيا وقفت عشان يعني انا بتكلم غير صورة هل في يعني في بعض الحواجز للاندية هل الاسرة بتقف موضوع الاحتراف يعني ايه اللي بيمنع اللعبة انها تحترف في اوروبا هو شوية بيبقى انا انا حاسة ان هو لو الموضوع بس حد بدأ مع حد واحد الاولاني بعد كده هتجر بقية الناس لان احنا عندنا حد صورية بتقالي جالها بس ممكن عشان شغله والنادي الاهلي برضو قعدت في النادي الاهلي كانت لسه جاية من الصيد للاهلي فمع احترامي بقية الاندية بس هو اللعبة في النادي الاهلي يعتبر احتراف اه طبعا اه طبعا يعني لو حد قارن ما بين انا اسافر برا ولا ايجي لو جاله عرض في النادي الاهلي لا هو هيفضل انه يبقى في النادي الاهلي كان منظومة احترافية وصيان كبير وبطولات وبرعب افريقيا وبرعب عرب وبتشاف في المنتخب فممكن حد يكون فضل كده شوية احنا معانا كريم على التريفون ابن طبعا كابتن ايمان هو مش بيلعب اللعبة هو حكم هو لعب اللعبة بس منذلوقات يفيد هى حكم صح احلاما يا كبيمة يا كريم حبيبي عامل ايه الحمد لله حمد لله ايوه وانت طيب يا كريم مواما بتتكلم عليك يا كريم ويعني احنا عارفين ان انت دكتور في الاكاديمية البحرية لكن حسيت كده من لهجة صوتها انها يعني كان نفسها وانت كمان كان نفسك تكمل لان الاصابة يمكن عطلتك شوية لكن عطلتك لكن معطلتك يعني كملت بشكل اكتر من رائع على مستوى التدريب وعلى مستوى الدراسة لكن كان نفسك تكمل وكان نفسك تقطع المشوار للاخر يا كريم طبعا الواحد هو المبتدى كان نفسه اللي هو يعني انا عشت مع بابا وماما وهم بيرعدهم يعني انا احضرت بابا ومتعب يعني انا بابا مبطل وانا عندي اربع سنين كنت برضو واحي واحي طبعا وماما كان عندي سبع سنين او تمان سنين فانا حضرتهم في الملاحب طبعا كان نفسي اللي انا اقر اكمل التقدير بس يعني الحمد لله اتفاضة واخذني وبعديها يعني الحمد لله ربنا كرص حاجة تانية وكله بصراحة يعني والله مش عشان ماما معاكوا على الهوى بس لانا كتاب تقولي اهم حاجة دراستك اهم حاجة شهدك هي اللي كانت حادث كبير لي اللي انت لازم تتفوق في الحاجة اللي انت فيها فهو ده الفراحة اللي شجعني والحمد لله ربنا كرمني باللي انا في دلوقتي كله يعني دعواتها طبعا وده اللي وصلك ان انت تبقى دكتور كمان يا كريم مش بس يعني مخلصه معاكش هذا وخلاص يعني انت كمان على مستوى اللعب على مستوى التحكيم فانت برضو يعني لا محكم لافت للنظر كمان في اللعبة الحمد لله والله يعني برضو انا الواحد ما احضرش ابن اخططه اه ما تقدرش اه ما احضرش التدريب الصعب علي عشان ظروف شغلي فالحاجة الوحيدة اللي كنت قدر بيها افضل في المجال هي التحكيم اه كابتن ايمان عايزة تقولي حاجة الكريم انا كريم بصراحة الحمد لله هو الكبير العائل بتاعنا وهو اكتر واحد كان سبورت الموضوع اخته بصراحة برضو معي بره موضوع السفر اه لان هو برضو يعتبر يعني اخوك يعني عشر سنين بينهم فهو زيب يعني الاخ كبير واللي هو كان بيعمل كل اتصالات مع ابتو الجامعة وكل حاجة سبورتت يعني هما بصراحة هو واحمد الاثنين اه نادين يعني بنتهم اكتر ما تكون اختهم يعني اللي هما يعني بالنسبة له نادين اكيد اكيد بالذات كريم يعني هي بنته يعني احد الشيء داري ارب اه بالزبط يعني واحمد هو حاسس بالمسئولية عليهم وهم الاثنين اصلاس في فرق سن بينهم كبير بين احمد وكريم سبع سنين وبن نادين عشر سنين فهو حاسس دايما ان هو المسئول عنهم فهو دايما بيحاول يوجه يسبورتت لحاجات معينة في اللعب وفي الدراسة وكان بيساعد كتير معايا في النقطة دي بصراحة يعني فبشكوره برضو على دور اللي عامله مع اخوته ومعانتي لا كريم دور مهم جدا انك كمان تقوم بيعني انت كمان انت عندك احساس انها لما تطلع هتعمل حاجة كويسة فانت سبورت ليها واقنعت كمان الوالد بشكل جيد جدا يعني احساسك احساسك انك بتعمل يعني بتقدم نجمة او بتعمل مشروع بطل وخلينا نتكلم ان يعني اكيد المتواجد في النادي الاقلي بيكون بطل ومشروع بطل لكن كمان الخبرات الاوروبية الخبرات على مستوى الباسكتبول حتى في امريكا دي بترجع يعني بترجع بخبرات كتيرة جدا ورجعت النادي الاقلي بخبرات كبيرة جدا كنت شايف دوت فيها قبل ما تسافر ولا قلت هنروح ونجرب ونشوف لا بالعكس انا ندين انا عرف ان هي من تغرقها شخص طموح جدا ولما بتحط تجمعها حاجة خلاص هي بتبقى عايدة وتطلّها وتطلّها مرة كانت كيل صعوبات يعني ندين كانت بتدرس في سنوية عامها وفي نفس الوقت بتتذكر لوحدها بتحوش انتحانات الديمات والايلت عشان تدرس ايلت جنبنا جمعها عندها امريكا اللي كان بتعمل اللبنين في نفس الوقت والحمد لله جابت مجموع قوي بتعيدها كلها في خاطر بالنفر يعني الحاجات دي كلها شجعتنا كلنا اكثر اللي احنا ندر بالتطول ندر على طول وهي احناك بقى طب انا اخطر ميجر ايه واخطر ماينر طب انهي نعاكو دايما بس بكمش اه بس اللي كانت مش تايبها بصراحة ليل ونهار كابتن امام كابتن امام بي تقولي انا عشان فرق التوقيت بالزبط بالزبط يعني دي احصرها بخليلي يا رب ربنا يخليها ليكو بنشكرك يا كريم شكرا جزيلا ليك كلمة اخيرة بقى تحب توجهوها لكل ام مثلا عايزة بنتها مش شارط تلعب سلة بس يعني شايفة في بنتها امل عايزة في بنتها تحلم تقول لها ايه كابتن علي والله هو الموضوع كله زي ما احنا عادينا نتكلم ان هو بيجي من الام فهي الام هي نفسها لازم تبقى اللي هي بتعمله يعني انا برضو اه مامتي اه فعلا فعلا من وانا صغيرة في حاجات انا ما حسيتش بغتش بحس بيها وقتها بس حسيت بيها جدا دلوقتي وبأبريشيته وبشكرها جدا عياميته لان هي بدأت لعبني سباحة انا بقت سباحة مع كابتن سوندوس لا ارحمه لعبتني سباحة اه بعد السباحة لعبته جنباز بعد الجنباز كل ده كتهية اللي بتاخدني مكنتش انا لسه اه لا الوقت ده مكنش انا لسه بعد الجنباز لعبت اه بعدقى مع كابتن نادية شريف النادي الاهلي اه يالله يرحمه كابتن نادية دخلتني طب لعبي معينا الارعب خوة عملت ارقام دخلت قطراته عملت ارقام كل ده مامتي بعدين في البوسكت كان زمان ما فيش موضوع الفيتنس مش 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 شوور اوي انا قلت من اول الناس اللي اخدتني عن دكتور علاء شاكر عشان برايفت كوتش بالزبط مش باسكت وما بقاش فيما كانش فيه ساعتها برايفت باسكت زي دلوقتي بس كان فتنس ان حد اتمر ان فتنس تبا كانش فيي انا كنت يا دوبك انا بروح وكان دكتور علاء معاه بقى لعبتك ورا بالضبط وبنطلع جبل خدنا جبل الرمل وكان لسه الجيم الأولاني خالص في وسط البلد فكل ده ممش عبدين بالضبط فكل ده ممتي وبرضه نفس القصة بتاعت سنوية عامة أنا في معسكر تاخدني توديني الامتحان ترجعني التمرين فتنس برضه نفس الكريم وحصل قصة أمريكا وبابايا قبل بقى ندين كمان بكم سنة فكان موضوع صعب قوي مفيش انترنت مش سهل قوي كده ان احنا نبقى على طول بنتكلم به الكلام ده فكاد هي ماما هي اللي فضلت تزقيني في كل الحاجات دي يعني فهي النقطة ان الام اللي عايزة بنتها تكون كده لازم هي تكون مستعدة انها هتتعب التعب ده لان الموضوع مش تهيب خالص غيزة فيتامينز موعيد نوم أجازات ما كانش فيه أجازات يعني أنا طول عمر أنا سافرت لأسر وأسوان السنة اللي فاتت أول مرة في حياتي أنا عمري ما رحتهم بجد أنا معينة وعندنا بيت هناك وكل حاجة بس ما عندناش اللوكتوري بتاع ان احنا نتفسح أو نصيف ده مش موجود اللي تمرين المذكرة لامتحنات شغل على نفس شغل على نفس طول الوقت لفترة اعداد فيه معسكر منتخب فالموضوع لازم يبدأ من الام ان هي تكون جاهزة ان هي تضحي بكل الحاجات دي علشان هي عايزة ولادها يبقوا كده مادام ايمان ما هو هضيف بس حاجة على عليا لان هو فعلا هي الام لازم هي اللي هتضحي ده اولا واخيرا هتضحي بحاجات كثيرة قوي ممكن بشغل ممكن بوقت بخرجات بسهر بكل حاجة ساعات الام بتضحي كمان بسحتها بسحتها عشان توفر لهم الوقت ان هم يرتاحوا فيه او يأكلوا اكل كويس او يناموا كويس او توصل في معاد مناسب للتمارين لان طبعا لو الامة مسا عندها شغلها بتخلص ساعة 5 مستحيل هتلحق اي تمرين السباحة ولا تمرين بازكت ولا في ظروف الزحمة اللي موجودة دلوقت فهي لازم هتبقى تضحية هي يعني ومحتاجة تنظيم وقت بسراحة ليهم وكده وتوفر لهم كل السبل الراحة دي عشان تقدر يوصلوا للمراحل اللي هم لو هي عايزة تعمل بطل يعني او في دمخة نهاية بطل لكن الممرسة الرياضة وبس اللي هو يوم الجمعة نروح النادي مش هفدير او وقت التمرين وبس مش هينفع يعني انا برضو بضيف العالية يعني احنا كنا كلنا كده يعني انا دكتور علاء برضو انا مراني انا شخصيا كبتن علاء شاكر كبتن علاء شاكر يعني انا فاكرة ولدت كريم اربعين يوم كنت في الملعب انا كنت لسه بلعب سعيدها فاللي هو يعني بيقتل الواحد اللي هو نزلت الملعب واللي كبتن يقول لي ايه ده هوا انتي اه هوا انتي كنت يعني كبتن مضوح شكري سعيد حافلنادي فاللي هو يعني بصراحة دوروا مع هنا معايا ومع باباهم ويعني بصراحة هو كبتن علاء شاكر عمل افطال كتير في المجال الكورة ومجال كل الالعاب وهو الاستيل دلوقتي مع ولادنا يعني كأنه ولاده بالزبط بيعملهم في الجام بصراحة وجو أسري على طول ونعمل يوم الخميس أكل مع بعضين ايه ومهم جدا ان زي ما بتقول الكبتن عليا ان ساعات الاولاد او البنات يعني ما بيحسوش بقيمة الام او باللي بتعمله غير في مرحلة معينة اكيد اكيد حضرتك كمان انتي كمان كأم رغم التعب الكبير والمشوار الطويل كل ده بيتنسي في لحظة تطويق لحظة نجاح فكل ده تحقيق بطولة تحقيق انجاز اه تحسي كل التعب ده بيتنسي بصراحة كأن هو الواحد اللي حقق النجاح ده بالزبط لان هما يعني كأن انا شايلهم دلوقتي اوقف بيهم بقولهم يعني انا فخورة بيكم برضو والحمد لله اللي انتو شرفتوني في اللحظة دي وحققت اللي انا كنت عائزاء ومستنية منكم اكتر كمان تحقق وحلمكم مع نفسكم ومع ولادكم ان شاء الله ان شاء الله زي ما هما شرفوك انتو كمان شرفتونا الحقيقة جدا بجد شرفتونا وانتو طيبين ودايما عند حسن الظن مش باولادكم بس كمان بجماهير النادي الاهلي لانه انتو صناع ابطال ان شاء الله بإذن الله يعني نشوفكم السنة الجاية ونقول لكم كل سنة وانتو طيبين ابرشيت جدا واحنا فخورين موجودين معنا في البيت الكبير احنا تشرفنا بحضرتك بحضرتك جدا بسطنا جدا والله ان احنا اتكلمنا وكلمنا ادئي النادي الاهلي هو برضو عملنا مع مع مامتنا وبابانا فتشرفنا بكم حاببتي كل سنة وحرك طيبة مرسي اي وشرفنا ونورت والبيت الكبير النهاردة مرسي جدا متشرف لكم لنا طبعنا ونشكركم كلكم حالسك طيب بعد الفاصل مستمرين مع الكابتن احمد نخلة وحوار بقى كروي مهم جدا جدا ومشوار الاهلي في الفترة القادمة في البيت الكبير اشتركوا في القناة